أسعد الله وقاتكم متابعين أينما كنتم معكم مهدي من قناتكم قناة كول اليوم سوف نتعلم مع بعض طريقة سهلة وبسيطة وناجحة لزراعة وتعقيل الورد الجوري ولكن في البداية أود أن نعرض لكم نتائج استخدام الحليب ككالسيوم على النبتة وهي نبتة القردينيا وطبعا تم إضافة لها الحليب تقريبا قبل ثلاثة أيام وسوف تجدون الفيديو في الوصف وأيضا سوف تجدونه في نهاية هذا الفيديو كما تلاحظون فإنها بعد ثلاثة أيام نلاحظ أيضا لمعان شديد في الأوراق لاحظوا لمعان الأوراق وأيضا تلاحظون أصدقائي أنها أظهرت بصورة سريعة جدا وهذا لاحظته ويمكنكم المقارنة مع قبل ثلاثة أيام من معاملتها بالحليب أو الكالسيوم وأيضا لا يوجد ولم ألاحظ أي وجود لأي حشرات سواء على الأوراق أو على التربة فها هي التربة لاحظوا معنا انظروا إلى التربة فلا يوجد بها أي حشرات وهذا دليل على استخدام الحليب ككالسيوم لجميع أنواع نباتاتكم والآن نبدأ مع بعض أصدقائي في زراعة وتعقيل الورد الجوري أول شيء طبعا يجب أن أحضر زجاجة بلاستيكية مثل هذه ولقد قمت بتثقيبها من الأسفل لاحظوا ويستحسن تثقيبها عدة ثقوب وهذا لتصريف الماء الزائد وللتهوية طبعا لدي بعض العقل عقل الورد الجوري وتقريبا يجب أن يكون عمر العقدة أو العقلة سنة سنة لا تقل عن سنة أما إذا أردت زراعة مثل هذه الأغصان الطرفية فهذه أصدقائي لا تنجح هذه الطرف لا ينجح والآن ولنبدأ مع بعض أول شيء أقوم بقص الزجاجة تقريبا من المنتصف بهذه الطريقة والآن قمت بقصها سوف أقوم بملئها بالتربة طبعا التربة تربة خفيفة وهي مزيج من نصفها بيتموس وربعها رمل وطين وأيضا بعض البرلايت ولا يشترط إضافة البرلايت ولكن يجب أن نضع البتموس كتربة خفيفة جيدة التصريف وأيضا تربة تسمح للجذور بالنمو نمو سريع دون أي أيعاقات سوف أقوم بملئها بالتربة يكفي هذا الحد والآن نأتي إلى الأغصان ها هي الأغصان التي أريد أن أزرعها أقص الغصن تقريبا بمتوسط 12 سانطي طبعا في الأسفل انظروا لدينا هنا ها هي العقدة انظروا إلى العقدة هنا ها هي أقوم بقصها من العقدة وأسفل 1 سانطي يعني هكذا بهذه الطريقة تقريبا من العقدة وأسفلها 1 سانطي وقمت بقصها بشكل مستوي ومن الأعلى أيضا من العقدة تقريبا ب1 سانطي ها هي العقدة ها هي العقدة ها هي تسمى العقدة أقوم بقصها تقريبا بشكل مائل 45 درجة أصبحت لدينا العقدة بهذا الشكل والآن كما عرضنا لكم في فيديوهات سابقة نستخدم العسل الطبيعي والقرفة أو الدارسين لعملية التجذير وهو مسرع لعملية التجذير والقرفة أو الدارسين تعمل على حماية هذه العقل أو هذه الأغصان من التعفونات ها هو وسوف أترك لكم الفيديو هنا في الأعلى طريقة عمل القرفة مع العسل ها هي الآن أقوم بغمسها تقريبا أغمسها بـ 2 سنطي ها هي لاحظتوا والآن أقوم بغرسها نصف هذه العقلة أغرسها بالتربة ها هي أضغط عليها قليلا والآن سوف أختار غصن آخر وعقدة أخرى ها هي العقدة انظروا معنا تحت العقدة بـ 1 سنطي وأقوم بغصها بشكل مستقيم ومن الأعلى بشكل مائل طول العقدة تقريبا 12 سنطي ها هي سوف يمكنكم أيضا أصدقائي استخدام هرمون التجذير ها هو هرمون التجذير أي شيء متوفر لديكم يمكنكم استخدامه سواء العسل والقرفة أو هرمون التجذير ها هو هرمون التجذير أقوم بغرسها أيضا بمتوسط 2 سنطي هكذا ها هي وأقوم بغرسها وإذا لم يتوفر لديكم العسل والقرفة أو هرمون التجذير أيضا يمكنكم الزراعة دون استخدام هذه المواد سوف أقوم بغرس أيضا عقدة أخرى ها هي ها هي ها هي دون استخدام أي شيء أيضا تكون نسبة النجاح قوية ولكن يفضل دائما استخدام هرمون التجذير أو العسل والقرفة لتسريع العملية وحماية العقل من التعف سوف أقوم أيضا بغرسها تقريبا نصفها وها هي العقل الآن سوف أقوم بريها فقط نرويها بالقليل من الماء القليل فقط حتى تتشرب ها هي والآن أقوم بتغطيتها انظروا معنا أقوم بتغطيتها بالغطاء الموجود لدي الذي قمت بقصة ها هي والآن أصدقائي الكرام نقوم بوضعها بمكان شبه مضلل أي أن الشمس المغربلة التي تصله مثلا تحت الأشجار أو بمكان تصله أشعة شمس الصباح وللعلم لا تروى هذه النبتة إلا عند ملاحظة جفاف التربة بشكل كامل لأن زيادة الري يسبب لهذه العقل بالتعفن والإسوداد ولن تنجح العملية لذلك هذه العقل تحتاج تقريبا الآن الري بعد تقريبا عشرين يوم ليس أقل عندما ألاحظ نمو عندما ألاحظ جفاف التربة بشكل كامل والآن لاحظوا أنني قمت بتغطية هذه الزجاجة وهو الغطاء والآن وبعد ملاحظة تقريبا هذا يحتاج بمعدل من أسبوعين لثلاثة أسابيع عندما ألاحظ بداية نمو الأوراق على هذه الأغصان أقوم بإزالة الغطاء وهذا عندما ألاحظ بداية نمو الأوراق على هذه الأغصان ونضعها في المكان المخصص لها الذي تصله أشعة شمس الصباح ودائما نتمنى لكم ولنباتاتكم الصحة والعافية وإن شاء الله يكون الفيديو نال على إعجابكم لا تنسوا أصدقاء الكرام تدعمونا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته